اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بتابعونا وبشوفونا على شاشة القناة الاولى والفضايا المصرية من التلفزيون المصري حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير اكلة امي اكلة امي النهاردة اكل صحي ايه قاعدة المغازي لعمل اكلات صحية ناكل اللي نفسنا فيه ونقدر ان احنا نشرب كمان اللي نفسنا فيه ولكن بنعمل ابحاث علمية وابحاث تفصيلية لكل اكلة بنحب نعملها نجيب الاكلة نحطها على باب التلاجة ونعمل لها عملية فحص ايه المكونات بتاعتها زي مثلا النهاردة جاي على بالي اعمل صنية الفراخ بالبشامل او صنية الفراخ بالرز نستبدل المقارونا البنا او اللي زبكتي برز مصري اللي يقولك الرز المصري بيتخن وبيعمل لنا الكرش والحاجات دي كلها بالعكس احنا اللي بنقذيه الرز المصري بارئ من اي اتهامات ممكن نتهمها بيه زي ايه مغازي الرز ده هيتسلق زي المقارونا في مياه غزيرة بشوية ملح وشوية زيت ونبدأ نسلق الرز ونتعامل معاه بشياكة معانا بسلة ومعانا جزر ومعانا صدور فراخ معانا بصل ومعانا التوب معانا جبنة مزارلة حليب قليل الدسم بقدر الامكان علشان برضو نقلل الدسمة والدهون اللي موجودة فيها معايا النهاردة طبق الصلطة الفصولة الحمراء احنا شوية مهملينها دايما نعمل الفصولية البيضة او اللوبيا البيضة ومعين سودا الحلوة دي اللي كانت تتعمل بصوص طماطي مطلوبة لطيفة ولكن اخوانا في المكسيك مع الفصولية الحمراء اللي هتظهر على الشاشة قدام حضراتكم دلوقتي عندهم على الفطار وعالغداء والعشاء بيستفيدوا منها الفصولية دي فيها ميزة اللون الداكي الأحمر بتاعها ده قيمة غزائية عالية جدا وفي نفس الوقت غنية بالبروتين النباتي المفيد ولكن مشاكلها مع الكروسترول مشاكلها مع اليوريك أسد نقدر نحلها ان احنا نشرب مية كتير وخلينا نستفيد بيها قيمة غزائية عالية جدا وهنعملها النهاردة طبق الصلطة بالطماطم والخزبرة العصير بتاعنا والمشروب بتاعنا النهاردة الموز بالفانيليا فانيليا دايما بتشوفها مع البيض في عمل كيكة كوكيك حلويات ولكن ان احنا نستخدم الفانيليا كفليفر في الايس كريم والعصير دي حاجة جديدة هنعملوا السموز النهاردة مع الفانيليا والحليب حاجة حلوة كده علشان جو الحر والصيف اللي احنا فيه ده كده ومشروب صحي والرياضيين بيحبوا كده كده الموز حلقة بسيطة وسهلة فيها قيمة غزائية عالية جدا والاهم من كده ان هي كمان صحية والصحة تاجع على أسرة صحة والوقاية خير من العلاج اوه تروحوا باية تابعوني بعد الفاصل ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل محلك سرك يا مشي في خط سر الحلقة هيمشي ازاي معنا ماتيريال بسيط وسهل في متناول الجميع ولكن الجديد كالعادة ازاي اعمل اكل صحي بطريقة مختصرة وفي نفس الوقت كمان قيمة الغزائية عالية جدا هنبدأ طبعا بصنية الفراخ بالرز هنشوف نعملها مع بعض ازاي وايه المكونات بتاعتها معنا بسلة وجزر القطع الجزر شبه البسلة بشكل واحد وبحجم واحد زي ما قدام حضراتكم وكده على الشاشة معنا جبنة مزرلة معنا صدور فراخ معنا رز مصري اتغسل مرة واثنين وثلاثة وصفنا من المية معنا من البيت بطين وشوية حليب وما ننساش البصل والتوم والمهارات بتاعتنا ملح وفلفل شوية حبهان مش هنقول لأ شوية قرفة زي ما انت عايزة الكركم والكاري في الاكلة دي مفيد جدا والحاجات الحلوة دي مهمة جدا لان الفليفر مطلوب في عمايل الصواني بالذات وبيدي طعم جميل وتستعالي خاصة طبعا المقادير على الشاشة تقدر تصوريها بتليفونك وانت بتصوري كده قول الصورة الحلوة على شاشة القناة الاولى تتحدث عن نفسها زي ما حضراتكم شايفين صدور الفراخ البسلة والجزر وما ننساش الرز المصري بتاعنا جاهز للاستخدام حلوة هون هنبدأ نشتغل ازاي اول حاجة هبدأ بها هسلق الرز هسلق الرز عندنا مية بتغلع النار ده الطبيعي وناخد الرز المصري الحلو ده كده بنحطه هنا كده شوية الرز حلوين كأنك بتسليق مكرونة ايه من غير لاسمنة ولا زبدة ايه زي الفن ونحط عليهم شوية ملح نقطتين من الزيت علشان ما يعجنش مني وبنزل عليهم مية مغلية يا عمش انا مش بس لقرز هنا انا بس لقرز بمية غزيرة اهو اهو مية كتيرة بالشكل ده كده واسبه على النار لغاية لما جاهز زي المكرون اهو اهو مية كتير مفيش اي مشكلة حالوة الكلام دي اول خط على الرز ما يستوي شوية تلات تربعة سوا بكون جاهزت الفراغ بتاعتي اللي انا هحضرها دلوقتي مع بصل وتوم وبسلة وجزر والبهارات بتاعتنا الجميلة حالوة الكلام حالوة الكلام تليفوناتنا على الشاشة للتواصل وللاستفسار والسؤال عن بعض الاكلات اللي انتوا حبينها ويا ريت لسه على الاكلات الصحية بالذات انا يا شيف مغازي عايز ااكل اللفس فيه ولكن بطريقة صحية معانا بصلة حلوة زي كده بنقطعها جوليان البصل له شخصية في التقطيع والطعم وخاصات البصل المصري بتاعنا له شخصية في التقطيع والطعم حالوة الكلام فيه ناس تحب البصل ده يبان في الطبق وهم بيأكلوا انا بحب كده احب شخصيته قدام عينيه كده واشوفه اذا كان احمر ولا ابيض او اغضر الحالوة ده حالوة الكلام اه انا اتعاشق للبصل اللي اغضر عموما يعني وحضراتكم عارفين معانا طرسة كده نار شديدة هنستخدم المادة الدهنية بتاعتنا مع علاقتين من الزيت احنا قلنا احنا بنبحس في الاكلة ونفحصها ونستخدم الدهون اللي احنا حبينها بكمية قليلة ونقدر نستغنع اللي احنا حابين نستغنع عنها بصريات تتحمر بالشكل ده كده وعشان البصريات تتحمر بسرعة وتديني انتاج بسرعة اعمل ايا مغازي اغطيها عشان ما تشابش زيت كتير كمان لانا حطت معلتين زيت صغيرين على شغل بصل حلوين رحة البصل بتوجع العنية بتخلي عناية دمع يا ربي ما ندمع ابدا غير في دموع الفرح ان شاء الله قوله امين بحط النعناع الاخدر ده كده مع البصلية واغطيها حلوة او معانا صدور الفرخ الله ما صلى عنه اه ممكن عادي فرخ سليمة مفيش مشكلة بس انا هعمل يعني جرتان فيفضل طبعا الفرخ هنا تكون صدور ولكن لو فيه فرخة سليمة مش هتقول لا هنمسكها نخليها ونقطعها اللي بيسأل عن ان احنا لازم صدور ولا لازم فرخ سليمة هناخد الفرخ دي كده بالشكل ده كده نقطعها رفيعة كده زي الشاورمة بالزبط اهي دقطيع دي مهمة جدا دقطعت الشاورمة وتيجي على الحتة الدخينة دي بتتعانو الصين كده وتسحب السكينة علاها كده بالشكل ده كده وسكينتك تكون حامية يا اختي ما تعوريش ايدك عشان صدور الفرخ الانسجة بتتحملش السكينة البردة اه بالشكل ده كده تسحبه دي وناخد الفرخ كده اه انا هنا بس عشان حضراتكم لما تقفوا في المطبخ بنفس مدرسة المغازم الوقت اللي انا وقفة فيه في المطبخ الرز بستو على النار البصلاية في قلب الحلم غطيها ما عدني اعناها حلو عشان ايونك ما تدمحش ويتقومي انك تخفالي عن مسكة السكينة حاجات دي مهمة جدا اه معظم اللي بتعور من السكينة بيكون بيحمر بصرة يعينه الدمع يتشغل بان هو يشيل الدموع ويخرس من الدموع مع مسكة السكينة فجأة لنقل في سنة تعورنا خلي بالك اه انا مغطي الحلم وفيها عدني عناها اخدر حلوة كده وهاخلص من تقطيع الفراخ ونشوف نتعامل ازاي اه اه اشافها الرزة بتسلي زي الماكرونة ازاي كمية مية غزيرة فرصة ان انا اخلص من النشويات اللي فيه اه زيت وملح احادي نرجع للبصرة بتاعتنا اللي في قلب النار بننزل بالفراخ الحلوة كده الله الفراخ بالشكل ده كده تتحمر حلوة اخليها تشتب البصلاية وتعمل البصلاية فرصة ان انا احط عليها شوية بوهرات حلوة ايه بوهراتك يا علمشي بتاعتك دي بقى انت عايز تروح على المطبخ اكيد المطبخ الشرقي او المطبخ المكسيكي زي ما انت عايزة انا حط شوية بابريكا حلوة الكوركم صديقي الفراخ وانا بحبه الكوركم مفيد جدا بينقل كبد وبينقل كبد كمان او الشأة والشكل الخارجي للكبد من السموم والدهول خلي بالك مهم جدا سطح الكبد يعني حلوة يعني من الاخر كده الكوركم مفيد جدا للكبد فلفل اسود ملح كل ده على الفراخ عم ايه كل ده على الفراخ شوية زعتر حلوين بس واقلب الفراخ بتاعت الحلوة دي كده بالتوابل الحلوة عايزة تحطي حبهان حط عايزة تحطي القرنف الجميل الحلو له المصمار زي ما انت عايزة نقلب الفراخ كده معانا بسلة ومعانا جزر بتنزل بعدين عالفراخ بس بعد ما تاخد تحميرة كده معاي انا ماية بتغلى على النار خلونا عالفراخ دي ما تستوي عالنار الشديدة الشديدة نعمل شوية ويت سوس بشامل نعمل ايه بشامل هنشوف نعمله مع بعض ازاي واغطي الفراخ حلوة الكلام مخرج ده الفراخ على النار انسها شوية عندنا تاسع النار اهيه اخبار النار ايه نعل النار كده وهعمل ويت سوس ويت سوس خفيف مش تقيل لان الرز هنا بتسلق تلات تربع سوى فبدله مساح شوفت الرز ده كده على النار اه حلوة شايفين انا بعمل ايه دلوقتي بعمل شوية ويت سوس حلوين كده الويت سوس ده زي البشامل بس خفيف لان الرز هنا غاني بالنشويات والرز انا بسلقه هنا تلات تربع سوى فيت ركاية هنا وخبرة طهوية شوية انا عايز بعد معمل الصينية دي كده تبقى مسكة نفسها اعطاها بالسكينة او بالمعلقة اللي بغرب بيها تبقى زي الماكرونة بالبشامل او اللازانيا مسكة نفسها فيلازم الرز هنا يحتم علي ان انا بسلقه تلات تربع سوى يكمل سواه جوة الخلطة بتاعة الفراخ جوة البشامل البشامل بتاعي كون خفيف عشان يعود تسويت الرز شفت انا بجيبها ازاي لازم الخبرة الطهوية دي عندي هنا الحليب على النار قصد دي على النار وانا من الناس اللي بيحبوا البشامل انا سوي دي قبل منزل بالحليب اه فيه حليب دايت اللي هو بتزب نسبة الدسمة فيه قليلة اه وان شاء الله بيزن الله تعالى نوعات حضراتكم لنا حلقة مفصلة تفصيلية عن انواع الايس كريم بالفواكه الفواكه المشمش نعمل البطيخ ايس كريم نعمل المشمش ايس كريم نعمل الخوخ ايس كريم بتاع سينة بتاع الوحات الجميلة وفرصة وجه تحية كبيرة لأهال سينة ورجال سينة وابطال سينة هنطع فاصل صغير ونتجع بعض الفاصل مع اكل صحي النهاردة والصحة تاج عروس الاصحاء والوقاية خيرون من العلاج ورجعنا لحضراتكم بعض الفاصل محلك سرك يا مشيف الفراخ على النار بتستوي طبعا كل اللي انا عملته في الفاصل عيني حاضرة انا عارف انك تحب السورة الحلوة الفراخ على النار خلاص احط البسلة والجزر دلوقتي ولكن النظافة مهمة جدا اول باول معاي البتجاز بتاعي اول ما بعمل حاجة غلط عليه بيد في النار على طول امان اه ازبط كده الدنيا حلو ولكن عايز اقول حاجة الرز بتاعنا احنا صفناه كاننا بنستق مكرونة بالزبط يعني يا شيف يعني خدت الرز من المياه المغلية اللي كان بتغلي من شوية صفيته وعنده مية تانية سخنة على النار اتخلصت من كل النشويات الممكن اللي موجودة في الرز بقدر الامكان ولكن هتقوليلي بنسبة 100% لا طبعا اهو شايفة الرز زي الماكرونا كيبهونا كده اهو حبايبي اهو بقدر الامكان ان احنا بنهرب من النشويات اللي موجودة في الرز اهو زي الفل تمام اهو ايه اللي اخبار اهو شوية رز ده الرز بتاعنا بعد مسلا هنا بشوية زيت وشوية مل هاخد الرز ده كده حلو واحطوا كده ببولة تانية معلش دي سخنة اشيلها من هنا خالص واخد الرز ده كده اللهم صلى عن الله ده الرز بتاعنا بعد انها تغسل وتسلق بالشكل ده كده الاكل دي او الطبع ده فيه خبرة تهوية شوية الرز هنا مش معجن انا عايز احافظ على شخصية الرز بعد السوى اه بس اطفو النار عليه كده واخليه على جمع حلو لما سويت الرز هنا سويته تلت تربع سوى عشان الربع التاني يكمل جوه الفراخ معانا بسلة ومعانا جزر بننزل بقى على الفراخ كده بسلة وجزر تمام ممكن نحط فلفل الوان حبة معانا فلفل هنا ومعانا كمقاو تعال على غير الاولاد بيحبوا الالوان دي على فترة هدي فلفل اصفر فلفل احمر فلفل اخضر عايز احط دورة احطي دورة الصفرة الحلوة دي كده ناخد الفلفل ده كده وعلى فكرة الفلفل ده غانب فيتامين سي في استخدامك له بكسرة في المطبخ صحيا مفيد بما ان احنا بنعمل اكل صح فلفل الالوان ده غانب فيتامين سي مش الجوافة وبس مش اللامون وبس مش البرطوان وبس ربنا نعم على الانسان لا تعد ولا تحصى بجد والله يخلص الشتاء جو الستوفاندو والبرطوان يطلع علينا بقى لإيه الفلفل الالوان الجوافة الحلوة بدايل لفيتامين سي وسبحان الله فيتامين سي عند شوية تناكع كده لازم كل يوم يصبع الجسم ما بتخزنش جوه الجسم مش فيتامين زي الفيتامينات مثلا زي الكالسوم زي المعادن لا لا الفيتامين سي اللي موجودة في البرطوان في الجوافة في اليوسفي في الجزر في الفلفل دي لازم تصبح على الجسم كل يوم عشان كده بتلاقي البركفست الصبح في القتلات الكبيرة عصير البرطوان يتصدر قائمة الفطور فلفل ده كده نقل بدول كده مع بعض اللهم صلى عن نبي فراخ موجودة بصل موجود شايفين الجو ده كده البهارات حطانها طبعا أساسي الفراخ شربت منها وزي الفل خلي بالك انت باعه تستغني عن حاجة من دول ما فيش مشكلة البسلة بتعمل مشاكل مع القلون مع جوزك ما فيش مشكلة بلاها حط بدلها دورها صفرة زي ما انت عايزة عايزة تحط في لفلة ملونة بس والفراخ مع البصلة ماشي كل ده زي الفل باعمل ايه دلوقتي عند الرز جاهز وعند الوايت سوس بتاعنا جاهز تعالوا نطبق الاكلة دي مع بعض ومعيا جبنا مزرلة ومعنا من البيت بطين وزي الفل حلو الكلام حلو الكلام هنجيب كسرولة زي دي كده ومخرجنا الجميل والاساس زي المصورين عايزينها هنا مكانها حلو كده زي الفل تمام اخبار البشاميلي ايه الوايت سوس بتاعي اه 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 ده خفيف جدا نبص عليه كده فورسان اتبزل المصر اه وايت سوس سوس مش بشاميلي ده خفيف جدا بالشكل ده كده اه 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 كده ايه الطبقة بتاعي حلو الكلام الرز بتاعنا المصر الحلوة ده كده هاخد منه بقى واحط فين عناية عناية الله يعمل لك اللي انت عايزه تكتهد وتسعى لاخراج صورة حلوة للسادة المشاهدين فانا اتعاون مع حضرتك اه اه حالو الكلام ما كان كده تمام زي الفل معانا الرز الله هو ما صلى عندي اه اه خبرة السنين الرز سلقته في مية بالزيد بشوية ملح بعد ما تسلق تخلصت من المية بتاعته وحطيت عليه شوية مية سخنة مش مية ساعة اه 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 الرز ده ينزل بالشكل ده كده اه حالو اه اه ناخد بقى الفراخ اه حالو شفت الجو ده كده زي الفل تماما الفراخ اخبار ايه اه الله انت خد منها وحطي والباقي يخليه عندك تعمل لسا اندوتشات الاولاد فهيتة خلي بالك اه تعملها فطيرة حالوة الباقي ده ما يترميش يا اختي يا خالتي يا عمتي حاولي بقدر الامكان يكون عندك ترشيد مطبخي حالو ترشيد في الاستهلاك للحاجات ده ما يترميش اه مش تقولي انا كالت النهار ده بكرة تعملها بشكل تاني وطعم تاني خالص تمعاك نشيف شاطر شوفيه كل يوم على القناة الاولى الباقي من ده انا هتعمد اخلوهم هنا دول على فكرة والله دول بكرة يتعمل اوزي اتعمل فطير اتعمل فطيرة حلوة اتعمل برام مع شوية مكرونة حلوين برام فراخ او نقول طاجن مكرونة بالفراخ اتعمل سندوشات فهيتة زي ما انت عايزة الحاجات دي ما تترميش خلي بالك اه الرز اخباره ايه اه الله ايه الحلوة ايه الجمال ده لاكلة دي بريئة 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 من الدهون اه بقدر الامكان بنسبة تقريبا ستين في المية حالو روعة روعة او شوفت لا وعدنا هعمل تركاية دلوقتي سوزر الحاب جد هتخليلك الصينية دي ايد واحدة متماسكة لان تفاصيلها يعتبر فيها مثلا الماتيريال اه اتناشر نوع وخمستاشر نوع بسلة وجزر وبصل وفراخ وتوابل ورز وبشاميل حاجات دي كلها فهنا يخلوهم ايد واحدة ازاي واصبة واحدة ازاي بالتركاية اللي عملها دلوقتي حلو او تسلم ايدك عم الشيف هناخد البشاميل بتاعنا ما نسميوش بشاميل بقى وايت سوس وايت سوس احنا بنبدي الهرم هنا بنبدي الهرم الغذاء اهو بطين في المقادير حلو اهو تمام اصبح بروتين برض والولاد بيحبوا البروتين ده والبروتين ده مكمل غذائي جميل جدا اساسي لا يستغنى عنه الجسم شوية مل حلوين سواء بروتين حيواني وبروتين نباتي شوية زعتر الزفارة بتاعت البيت ومعنا المضرب ده كده بشامل بتاعنا زينزل هنا كده اهو على البيت ونقلبهم الله ايه الحلوة دي عمش اهو زفارة فين الزفارة ما انا حطيت زعتر لا بارد زي الفل اهو اهو تعليم مستمر اهو زي الفل عندي جبنة مزارلة اهو مساهلة عندي جبنة مزارلة مننزل بقى هنا كده اهو اهو تاني ايه الخليط ده عمشي فيه بشامل خفيف ويت سوس تستنى علينا ما يبرد شوية مع بطين وشوية زعتر وشوية ملح عشان نعمل عملية توازن للملح مع جبنة مزارلة كل دول مع بعضه زي الفل انا اخد ده كده ونسوي على الفراغ بتاعتنا الاكلة دي خدت شوية غلبة بس دي لما تكون موجودة عندك انت مش محتاجة حاجة تاني خالص محتاجة طبع الصلطة حلوة كده زي اللي موجود معانا من درج المطبخ هتلاقي خاص وخيار وطماطم حاجات جايبها ونسيها طلعيها قطعيها كل ده بنعمل كده انا عايز ترشيد يعني ازاي ان احنا نكتب على باب التلاجة واسمع الكلام اللي بقولولك ده لان انا بعمله ببيتي كل يومين تشوف ايه اللي في التلاجة وتكتبيه في ورا على باب التلاجة وحطيها على باب الفريزر من فول لان باب الفريزر ما بيفتحش كتير وحتى هي تبع علي كمان لو عدوا اطفال بيتلهاش وتتقطع خلي بالك حاجات دي بنولها لان احنا كلنا عندنا اولاد كلنا يعني احنا اعتقد كلنا شكل واحد وظروف واحدة حلو الكلام؟ اه حطيها على ده باب الفريزر بتاع التلاجة فيها خاص اكتب خاص فيها خيار واكتب الاوزان بالتقريم كده باش اقول لي كانت همزان بقى واشتغل سوبر ماركت واشتغل بقال لا بالتقريم وحطوهم على باب التلاجة وتشوف الحاجات اللي موجودة دي كلها وكانوا زمان في السنواء العامة وفي الاعداد والابتدائي كانوا يدونا كلمات كده ولك نضعها في جملة مفيدة او اكتب منها موضوع التعبير يعني نكتب موضوع التعبير من الكلام ده او جملة مفيدة يقولك مثلا حرب اكتوبر رقم ستة انتصارنا في حرب اكتوبر وهكذا الرجال الابطال يديك فانت نفس الحاجات ده من المكونات دي تعملي اكلة مفيدة من المكونات بتاعتها وتسمعها المسمى اللي ات حبها بنفس الشغل دك على اخوتها كده ونحطها في درجة حرارة الفرن عند هنا مية وتمانين صلي على الحبيب قلبك يتيب اه الله مصلى عنا اه وادعها لمدة عشر دقايق فيها تفاصيل كتيرة ونقول لها باي باي في الفرن بتاعنا وناخد بعدين ونطلع فاصل صغير ولكن سيبونا اهزر معاكم ونغير جو علشان نحببكم في المطبخ علشان اللي بيملي من البرامج اللي موجودة يشوف القناة الاولى كده تجيلوا نفسي كده وشون بيقدامج الشيف المغازي اكلة امي اوه هتروحوا بايد تاعموني بعد الفاصل موسيقى ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل محلك سرك يا بو الشيف بعمل اكل الصحي النهاردة وزي ما قلت الوقاية خير من العلاج يعني احنا لو بشينا بخطأ وبشينا بنظام في الاكل الصحي بتاعنا في المطبخ بالتأكيد مش هتجينا مشاكل صحي من البداية خالص يعني ما نستناش زي فيه مثلا يقولك الفاس طوع في الراس يعني جينا سكر جينا ضغط جينا مشاكل صحية وازننا يزيد الحاجات دي كلها احنا من البداية خالص حدد يوم في الاسبوع يومين حسب الحالة الصحية وحسب ظروف العمل للأسرة اذا كنا بنشتغل او اعدل في البيت فترة كبيرة نعمل اكل الصحي بقدر الامكان انا عامل دلوقتي طبق الصلطة الصلطة دي عزيزة شوية اللي هي الصلطة الفاصولة الحمراء بالطماطم والكسبرة وشوف نعملها مع بعض ازاي بالتفاصيل وحبيبك في الفاصولة الحمراء مآديرها على الشاشة بسيطة وسهلة ويقولي معايا الصورة الحلوة تتحدث عن نفسها على شاشة القناة الاولى والله ما هاشيلها حلو الكلام؟ اه والمآدير على الشاشة فاصولة حمراء بصل اغدر وتوم وكسبرة وطماطر والزيت زيتون وملح وفلفا معانا طبعا طبعا عصير النهاردة هنعمله العصير الموز بالفانيليا فحنا هنقسم الطايم اللي باقي معانا كده في الحاجتين دولة حالو الكلام؟ طايم اول حاجة الفاصولة الحمر دي هاخدها زي ما هي كده بكز معايا وحطها هنا لما اجا اكل الفاصولة دي فيها مشكلة بصراحة بناخد ثلاثة اربع كمية ايا كان بها انا يفضل انك تجيبها تسلقيها بس دي احنا مستلقينها للامانة احنا جبنا علاق فاصولة شفنا تاريخ الصلاحية وجايدة الانتاج واتخلصنا من المادة الحفظ غسلناها واستخدمناها دي الصراحة اللي بتكلم بيها ولكن انت خليك احسن مني هاتيها من عند الرجل بتاع العطار وانقعيها زي الحمص زي الفول وسلقيها معاك وقت حلو الكلام واخدنا جزء من الفاصولة دي عم الشيفة وهناخد الجزء التاني اللي موجود معايا ده كده ههرسه بالشوكة الله عليك اوه ده اه الهارسة دي مهمة جدا وانا باهرسه وحطه على الهارسة دي شوية التوم كزي معايا بعشان الموضوح هنا بيتعامل بايه بمزاك شوية ده توم طازة اصبح اول عنصر مفيد جدا التوم الطازة مع الفاصولة الحمرة واهرس التوم كده مع الفاصولة اه كزي معايا الموضوع ده مهم جدا اه اه التوم طازة مع فاصولة حمرة واهرسه بكده كده كاننا بنهرس طبق فول على الفطار اه ليه يا شيف بتعمل الحركة دي بقى مزيج غليزة لما هضيفه دلوقتي للفاصولة الحمرة دي كده هيعمل انسجام ويسبت حبوب الفاصولة دي مع بقية المكونات اللي عملها كزبرة وطماطم وهيدينا طعم لطيف وجميل اهه شفت ازاي اهه دي الفاصولة مع تومة هعمل ايه يا عم الشيف دلوقتي تلاقي تقلت معايا شوية كده اهه الشوكة بدأت تتقل وتديني بقى البروتين بتاعها والبوكوليات بتاعتها والنشويات بتاعتها نحط عليها يا عم الشيف شوية زيت زيتون اهه زيت زيتون جيد الصنع وجيد الانتاج يعني خلي بالك عشان ده ايه نايد شوية الملح الكويسين وانا شغلت كده ايه اللي يناسب الفاصولة دي؟ شوية ملح وشوية فيل فيلسويت كده عشان تبقى فيها سنة اسبايس واقلب بالكده مع بعض دي الخلطة دي مهمة جدا ملح زيت زيتون مع التوم واخد الخلط دي عم الشيف وانزل بيع الفاصولية الله عليك ده الفاصولة دي بشوفها عند الراجل بتاع السوبر ماركت كل يوم الازمة هي مبقربش منها بس خلاص اهه نكمل بقى بقية الموضوع مع بعض حلوة اهه معانا نعناع اخدر ورقتين حلوين كده عشان احاطي التوم كتير زن بجوز ايه يجي لاقي بقى التوم اهه وريحة التوم خالص اهه اخد النعناع ده كده عم الشيفة اهه طعب السكينة الله ما صلى على النبي ناعم ينزل على الفاصولة ده نعناع اخدر نفضل عشان ريحة التوم اللي انا حطتها في الفاصولة و انسقاتوا على الفاصولة اه حلو اه معانا من الكثبرة الخضرة هايل تعالي هيا حلوة الكثبرة الخضرة دي جميلة جادة وخاصةا مع الفاصولة الحالوة دي كده اه مع التماطم كمان جميلة اه وافروم الكثبرة الخضرة دي هو ما نعم اه كثبرة خضرة يا شيف مع السلطة اه مش كل انواع السلطة هكم كثبرة خضرة يعني ما ينفعش تعمل ليلي تنبولها ب خضر. طول الشيف المغاز قال لك الكزبرة الخضر حلو. خالب. اتنهاي. اه. ما فعش حط في الفتوش كزبرة خضر. خالب. فيه قواعد في المطبخ مستحيل تستخدميها. خلي بالك. اه. كزبرة الخضر دي اه. مع الفصولة دي حلوة اه. طماطم متابلة بل كزبرة خضر جميلة. اه. دي كزبرة خضر. اه. حل. خلي بالك من الاساس اللي انا حطه. اللي هو يا عم الشيف اللي هو الفصولة اللي هرستها بالشوكا. خدتها مع عصي الليمون. مع زيت زيتون لسه ما حطتش الليمون. حاضر يا غالب. بقول لي ما حطتش الليمون. حاضر هنايا. اه. والطماطم. بالشكل ده كده. الطماطم بلا انا قطحتها دي دلوقتي. لما تتغمز بالفصولة اللي انا هارسها. الطعم هنا بيودينا في مكان تاني خارج بيخدنا على المكسيك. اه. اه. سكينتك حمية. والسكينة عشان تحافظ عليها حمية. زي انا بيقطع الطماطم كده بنفس المدرسة دي. اقطع الطماطم. وخلي سن السكينة. حلو الكلام او الموز بتاع السكينة ينزل على لحم الطماطمية. مش عشان مشات جلدة. عشان تتقطع معك بسرعة. خلي بالك اه. الحاجات دي مطلوبة. تاخد الطماطم بننزلها كده زي الفل. عينية. عادر. اهو. طماطم معي. زي الفل تنزل بالطماطم بالسوس بتاعها والمية بتاعتها. تمام. اشيل دول مش عايزهم. معنا الفلفل ده حل وقود. عجبني شكلك. ده طبعا مسته ان هو ما فيهوش بزر كتير. ومش حار كتير. خلي بيك ده موجود دلوقتي. موجود عند الفكهاني. هتلاقيه موجود كده في مكان لوحده. غير الفلفل الحار. ده طعم حلو قوي في السلطة على فكرة. اه. ناخده كده. حس ما خلصتش. هزبر على رزق. معنا بصل اخدر. اخواننا في المكسيك بيحبوا البصل اخدر. لما بيجوا هنا بيخدوك هدية. الواحد مسلا بيروح على ايه بلد يجيب حلويات يجيب برفنات. الناس تيجي على مصر هنا تاخد الخير بتاعنا. بصل اخدر. العدس الجميل. اه طبعا تنفقته تبوخي بيا ست الكل. تاخد الروس بتاعت البصل اللي اخدري تستخدمها في الاكل عادي زي الفل. اه. خدت انا عروه البصل الخضر الحلوة دي كده اه. في الطبقة الفاصولية ده. على فكرة والله العزيم مش بجامل. الصبقة الصرطة ده بنفس الطريقة اللي انا عاملها دلوقتي. هتسيبي اي حاجة عالصفرة وتهتم بيه. كل ده عم تشيف هغلفهم دلوقتي بعصير ليمون. اه. بنانشة بتاعت كنزبت كله ضيفة. عشان بناخد الحاجات اللي على البنانشة. وننزل بها على طول في طبقة اللي ايه? السلطة. ده مهم جدا. زي الفل تمام عصير ليمون. واقلب السلطة دي عم تشيف. حلو الكلام? حلو سماعكم انا. حلو الكلام. ونقلبها تقليبة حلوة كده. في المكان الحلو ده كده. السر هنا. والخبرة التهوية هنا. والتركاية هنا. في الشوية الفاصولية اللي انا هرستهم بالشوكة. مع التوم وزيت الزيتون. فاكلنهم? اه. هم دول بقى. دول اللي عملوا للصلاة دي شخصية. اه. مسكوا الطماطم. مسكوا الكزبرة الخضرة. حبوب الفاصولية الجميلة الحلوة. كل ده بقى ايه مزيج واحد كده. عايز اغرفوا الطبقة السلطة ده. في طريقين. يهما نغرفها في مركب زي اللي معاي ده كده. يتحوطها خاص كابوتشا او خاص بلدي. يهما اغرفها في الطبقة برضو المركب ده كده. ويتحوطها من البرتقان شرايح. تبقى لطيفة وحلوة معانا برتقان في الاستوديو زي الفل تمام. اخد الطبقة السلطة ده كده ينزل هنا اه. مكانه حلو كده مخرجنا اساس زيت المصورين فورسان تلفزيون مصر اهو. الله مصلى عنا بالصورة الحلوة. فصورة الحمرة. داكينة الحمار. داكينة اللون. دم الغزال. كيمة غزائية بتعالج الانيميا. بروتين امن. لواء زي الفل. اه. كل دولي عمشي في اه. لسه بقى. طبقة السلطة ده لوان عاد تشتغل فيه التاني يوم بكرة. مش هيطلع من تحته دي غير لما يبقى زي العروسة. في الكوشة. اه? عشان كده داكينة دايما بشتغل فيه في الاخر. لغاية لما مخرجنا يقول لي وقتك خلص. اه. اعمل بقى طماطم اعمل برطان حسب الوقت بتاعنا. خلي بالك. عناي حاضر. انت حلال. يقول لي شفت بقى الاخراج. وشفت البروديوسر وشفت فريق العمل بتاعي الحالو. اللي بيحب البرنامج ويحب الشيف المغازي. مش شغله بس. بيقول لي اللي في الفرن. والله العظيم انت حلال. جيت في وقتك. جيت في وقتك. يعني لو استنيت ثانية كنت دعايات دلوقتي ودموعي غطت الكوينتر. والله يا العظيم. انت حلال. اه اه. لسه. لسه. اه اه. هطلعها احطها هنا. حاضر غالي. حبيبي. حبيبي. اه. ايه الجمال ده? ايه الجمال ده? لا ما تقوليش بقى. تفاصيل كتيرة قوية. تفاصيل وخبرة طهوية تتحدس عن نفسها. اللهم صلى عن نفسها. مش عايزة حاجة هي فيها افراخة تلاقي. هوبر موجودة. الصلطة موجودة. اه. انية. اه. زي ما هي كده. انا لسه هكمل موضوع الصلطة دي عشان عايز شوية ايه? ابدع فيها يعني الامانة. فينا البرتقان. تعالى يا ستوفاندي يا ابني عمي البرتقان اهو ده. اهو ده. اه. اللهم صلى عن نفسها. اه. اه. انا دين اخوتها كده. سكنتك حمية. الريحة حلوة جدا طلع من الصينية للامانة والله. انا مش بجامل في شغلك. يا ويلي يا ويلي يعني. اه والله يا عزيزي. طعم الصينية حكاية. اه. اللهم صلى عن نفسه. هناخد البرتقان ده عميشيك. ونعمل برزنتيشن وشكل حلو لطبق الصلطة ده كده. عشان يبقى مختلف عالصفر. اه. الشكل ده. هنخسرنا حاجة. اه. الصورة هنا بتختلف. اه. ما جيبناش حاجة من بره. برتقان ده في التلاجة. الاولاد مش بيكلوا غير عصير. لان بيجي موسم عالبرتقان كده. طبعا اللي نحب دايما ناكله اللي هو البسرة. اه. ولكن انا معاه البرتقان ده لما يجي بعد ما نخلص اكل كده. ياخد الفص البرتقان ده كده نحطه تحت سننة بيبقى لطيف وحلو. وينضف سننة من ريحة التوم ورحة الكزبرة. حاجات اللي بقولها دي جربيها ويقولي لي رايك فيها. اه. الصلطة اه. مش محتاجة. اه. طيب ايه اللي بعدك كده عصير. بالسرعة كده هعمله عشان انا هنضرب دلوقتي. اه. العصير هنعمله ازاي? ما يدير العصير على الشاشة? تلك. حاضر يا فاندم والله. تلك. وموز. مش هشيله بالمكانه. عشان مخرجنا ما يزعلش منه. وحليب مسلج. ولو ما عندكيش تلك. مع ان احنا في ايام الصيف خلي فيه دايما تلك في التلاجة عشان تعمل لولادك سموزي. ما يشربهوش برة. حكت الحليب في الفريزر شوية. حالو. والخلاط ده مكانه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهوة بتشتغال شازعل والله عزو معايب. حاضر. حالو. نشف ده منها. ونجيب الكسات عشان نصب على طول. اربع كسات زي الفل اللي هم تعمل محمد. كسات جديدة مش ملوان. معي شوية لوز. ومعانا موز. ومعانا فانيليا. المقدير بتاعة العصير. اه. ونحط الحليب هنا. في قلب الخلط. حليب مسلك. بتعمل اكل الصحة يا شيف مغازة بتضحك علينا ولا ايه? اشتري من السوبر ماركت حليب ضيت. او حليب ليل الدسامة. وده موجود. زي الزبادي زي اللبنة الحاجات ده كلها موجودة. حالو. وناخد الموز بتاعنا ده كده. يفضل الموز المستوي. والموز اكل الرياضيين. غني بالبوتاسيوم. الموز غني بالمعادن. الموز مفيد جدا. بيساعد في المراحل الاولى من العمر وتأسيس العمر في تكوين عظام وتكوين زاكرة جميلة جدا. فنكسر من استخدامه. اه. حط التالج. قال لبالكم. الانتاج اول ما كشوف التالج ده نزف الخلط بيقول لك يا والي يا والي الشيف هيكسر الخلط. حط لوز. يا مزاجك اللوز يا مغازي اه. لوز يعني جسري للي بيمتحنه. حلو. الفانيليا وطعم الفانيليا اه. عندك فانيليا سائلة حطيها. كلنا عارفنا. بيبقى لونة غامل شوية بس انا محباش مع الحليب. محباها مع الحلويات التانية. فاجيب الفانيليا البودر. ترجمة نانسي قنقر ورجعنا لحضراتكم بعض الفاصل ترتيب السفرة اهم من السفرة عندي الموز اه ما كناش فاصل كنا انا بحس ان انا مبطلت كلام طلعت انا عرفت بتبحكوا انا عرفت حمول حاجاتي المخرجة اللي متتكلمش خالص غالب اقولك فباعتبر نفسي تلاقيه تفاصل عنكم يعني ورجعنا لجعلكم بعي تشغيل الخلاط حلوا الكلام اه اه زي الفل اول حدي بيزع المزرح بيحبت لحلاش فاصل حاضر يا مستاذ حاضر ناخد العصير بتاعنا ده كده اه اه اطوا هنا ده كده يا ويلي يا ويلي يا صبابين العصير زيدوا حالاته حاضر يا فان حاضر انا اخلي دولي انا اه اه حالاتنا النهاردة بساطة سهولة مرونة اكل صحي اه بلغنا شوية اه جيبي الحاجات اللي نفسك فيها الاكل اللي نفسك فيها وحطها على باب التلاجة على الايه على باب التلاجة مش على النجفة مكان النجفة وشوف تفاصيلها فيها ايه بروتين فيها ايه دهون سمنة زبدة زيت شوف المكونات بتاعتها وبدأ اهرب منها ادخل لها بشكل تاني عملت صنية رز النهاردة بالفراخ مع تشكيلة من الخضار لطيفة وجميلة عملت صلية صلطة جامد جدا فصالية حمرة جميلة فصولية دي طعمها جميل جدا ومغزية ومفيدة وعملت كمان عصير وقيمة الغزاية عالية جدا وخاصة للرياضيين وخاصة كمان لأولادنا اللي بذكرهم لأن حاطت فيه لوز واللوز يعني أم جسرية رؤية فن ابداع نشوفوا كل يوم على ششة القناة الأولى والفضايا المصرية منين يا مغازي من ماس بيرو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة